بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في كورس الصايل ميكانيكس المقرر على طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية المستوى السابع إن شاء الله النهاردة هنأخذ آخر تشابتر في الصايل ميكانيكس اللي هو الاستابلتي اوف سلوفز أو ثبات الميون أول جزء هنتكلم فيه النهاردة هو عبارة عن إيه هو الاسلوب يعني إيه كلمة اسلوب عندنا الإرس إمبانكمنت والكاتينج يعني إيه إرس إمبانكمنت إرس إمبانكمنت يعني أنا عندي أرض بالشكل ده وحاولت أعمل إيه جسر هنا كده يعني أنشأته طب القاتينج لا القاتينج أنا عندي الأرض كده بس أنا بقطع فيها وبعمل فيها الميل اللي انت شايفه ده are commonly encountered in civil engineering work طبعا فيه شغل كثير قوي في الطرق بيخص قصة الإيه الإمبانكمنت والكاتينج زي بقى الريال واي والرود وايز والإرس دامس وخلافه يعني طبعا الستابلتي أوف إيرس إمبانكمنت أند كاتينج أو جنرال اللي هي اللي سلوبز يعني لازم تتحلل بدقة جدا عشان ممكن يحصل انهيارات وتحصل مشاكل كبيرة جدا للطرق بسبب عدم دراسة الميول بتاعتنا فبنقول إن احنا عندنا يعني الميول الطبيعية يعني أنت ما عملتهاش ممكن تنهار بسبب من أربع أسباب أول حاجة إن ممكن يحصل تشينج فيه الستريسيز ليه؟ ممكن تشينج في الستريسيز جالها منين الزيادة في الإجهادات ديت إن انت حطيت لود في الطوب أوف سلوبز حطيت أحمال انكريزينج الأنجلو في سلوبز يعني أنت بدل ما السلوبز يبقى مريح كده مش هينهار لا بتروح انت مزود الزاوية ديت فده برضك يزود الستريسيز لو انت جيت حفرت في الجزء دوت فهذا كله هيسبب ايه؟ تغير في الإجهادات السبب الثاني للانهيار طبعا مشكلة المية أول ما بتبقى فيه حصل زيادة فيه الضغط المائي دوت ممكن يسبب انهيار للميول الطبيعية اللي يخلي الطربة المقاومة بتاعتها تقل ده ممكن يكون بسبب طيب ايه السبب الثالث بقى او الرابع اللي ممكن يحصل انهيار للميول الطبيعية يا اما يبقى فيه dynamic effect of earthquake يعني التأثير الديناميكي بسبب الزلازل وطبعا ممكن انه انا مثلا بعمل ايه؟ بعمل بايل يعني ببتدي ادق بايل جنبيه البايل دوت ممكن يسبب برضك انهيار في مين؟ في الميول طبعا انهيار الميول زي ما انتا شايف بتعمل مشاكل كبيرة جدا طيب ده بالنسبة للميول الطبيعية اما بالنسبة للإمبانكمنت نفس الاسباب تقريبا يعني يعني هيحصل زيادة في الإجهادات على foundation soil الطربة اللي تحت ديت بيسموها foundation soil انت عملت الامبانكمنت بس الطربة اللي تحت ديت زاد عليها الإجهادات sudden drawdown of upstream wall level طبعا نفس ما قلنا تكلمنا ان احنا في water pressure فطبعا sudden drawdown ديت هتعمل لي مشكلة او dynamic effect زي ما قلنا قبل كده بسبب الزلازل او ده الخوازي شكرا